السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوينات كدير لبس عليكم بخير كانت من شاء الله تكونوا بألف خير وانتم ما كتابوا الفيديو ديالي صراحة أنا فخورة بزاف لأن عندي متتبعين بحالكم غزالين ما شاء الله ربي خليكم لي وأنا يعني بيكم كنزيذ كان عطي كل ما عندي وصراحة اليوم أفكرت باش نقدمكم واحد العجين اللي كانت تعطيني بزاف ديالأشكال مشيغل شكل واحد أو العزوج فأنا حالا خرجت منها زوج ديالأشكال وهذه نبدأ معكم إن شاء الله وعلى بركتي الله بالطريقة والمقادير في نفس الوقت باش ما نطولش عليكم بزاف الفيديو فعندي رابعة ديالزبدة أنا استعملت ماماتي ممكن استعملي لتا ممكن استعملي أي حاجة أي ماركة للزبدة عندك فأنا استعملت ماماتي وغادي نضيف كأس ديالسانيدة فأنا كما قلت لكم نيشا كنخدم معاكم باش ما نضيعش الوقت نبقى عاد نقدم لكم مقادير عاد نوريكم كيفاش الطريقة فضفت طريقة بالمقادير عندي كأس ديالسانيدة فغادي نحاول نعلكها مزيان مع ديالزبدة ديالي حتى الدخل لسانيدة في الزبدة مزيان وعد غادي ننتقل صراحة هذه الحلوة تجيزوينة بزاف وبلا طابعة كما قلت لكم يعني اللي ما عندهاش الطابعة ما ممتوفرش عدا في المنزل ديالا أولا اللي عقزانة بحالي مثلا يعني ما فيها ما تبقى الطباء في الصابلي وفي التخربيق فممكن استعمل هذه الحلوة سهلة وغزالة وقد جي حتى في المنظر هائلة كمشته فاضفت كأس ديال الزيت فغادي نبدأ نعلك الزبدة ديالي وسانيدة والزيت مزيان حتى الدخل لي الزيت في الزبدة ومع زبدة تدخلت لي الزيت مع الزبدة وسانيدة ما تبقاش تبلي بحلاكة كمعزولة بوحديتها من بعد ما غادي نخلط كل شي فغادي نضيف أربع بيضات أربعات البيضات متوسطة للحجم يعني ولكنه صغار فممكن نضيفوا خمسة ديال البيضات أربع بيضات يكونوا متوسطة للحجم كما قلت لكم وغادي نمطن خلط كل شي حتى يتخلط لي الخالد ديالي مزيان مع البيض ومن بعدي لابق عليكم بحل هالشكلي غادي يبق علي أنا فممكن تدافو شوية ديال لتقيق فغادي أخذ بهاديكم مزيان باش تولي كريمي خاصة تولي على شكل كريمي كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو كنحاول نوضح لكم كل شي ونقول لكم يعني السلبيات والإيجابيات ديال الحلوة وهذا وصراحة شنو اللي كان يخسرها لأنا من قبل لا صاب لي ولا أي حلوة نحاولوا أي حلوة منع الكوهاش غير نجمعها بالدقيق فقط هادي الحاجة اللي كتخسرها أنا هنا ضفت معلقة كبيرة ديال المايزينة ولكن انتو ما إذا بغيتو ما اضفوهاش فما اضفوهاش لأنني من قبل سبق لي حضرت نفس المقادير وما اضفتش المايزينة لأنا المايزينة دور ديالها فقط كتها الشاش لنا الحلوة كتجي الشيشة ولكن حتى إذا ما اضفناهاش فراحنا غادي نضيفوه خمارة غادي جينا الشيشة يعني إلكم كامل إختيار إذا بغيتوها تجيك الشيشة بزاف وإذا بغيتوها تجيك الشيشة واحد شوية فبديت كنضيف الطحين بشوية بشوية تقريبا عندي كيلو هنايا كامل ولكن ما غاديش نضيفوه كامل فغادي نشيط منو تقريبا شي جوج كؤوس ديال العنبه من الدقيقة ديالي غادي نشيطو ودرت خمارة وغادي نبدأ نحاول نجمع كما كتشوفه أنا كنحاول من عليك شغير نجمع حتى نضيف الدقيقة ديالي كامل وغادي نبدأ نجمعها حسنا حسنا فرق البنات وخا كان بليكم يعني أنا هجفت رصيف الفيديو كان بحدي لك نعلك أنا راه ما كان علكش فكن حاوله غير نحرك بصباعي باش هذك الخليط يدخل لي مع العجين يعني وتجانس فغادي نكمل بهذا الطريقة هذي حتى تجمع لي العجين ديالي كاملة ومن بعد غادي نغطيها بببيسوفيغيزي أو لبلاستيكا أو لأي حاجة متوفر عندي المهم تكون ميكا باش تردع لي هذيك الزيت ديالها باش ترتاح لينا فمن بعد ما جمعتها كيما شتورني كديكم غادي نجمعها وغادي نغطيها بالبلاستيكا أو لاب السولوفان وغادي نخليها باش ترتاح تقريبا تقريبا عشر دقائق حتى الخمسة عشر دقيقة كل ما رتحت لينا مزيان وغادي نرجع لها ان شاء الله خليكم معي ومن بعد موجدات لي العجينة ديالي فغادي نضيف لها نصف غادي نضيف ليه سكر من السم بزهر كتجيز بينا بزهر كتعطي واحد لما دق غزال غزال بزهر والنصف التالي اللي بغادي نضيف ليه زنجلا مطحون اللي بغادي نضيف ليه اللوز مطحون اللي بغادي نضيف ليه البغميسال وشوكولة فممكن نضيفه أنا مادرت لي حتى شي حاجة من نصف تاني خليته عادي ماي من قبل كنتفت ليه زنجلا غادي نخلي لكم في صندوق الوصف الرابط ديال الحلوة الأولى اللي خرجت منها حتى هي زوج ديال الأشكال فكنا أخد فكنا أخد الكويرات على هاد شكل كنكورهم وكنا أفضع ليهم بصبعي كندخل صبعي شوية داخل باش نشكل تقيبة اللي غادي نضيف فيها في الآخر المربى ديال الفارولة وغادي نوريكم حتى الطريقة كيفاش نصابه المربى باش ذاكلك يعقاد لنا يعني باش متقاش يسحلنا في الحلوة ديالنا يخسرها فأقليكم معايا من بعد ما نكمل جميع الحلوة ديال اللي كان نكورهم وكان اشتركوا في القناة وهذا الشكل غير بغايت نشاركو معكم أنا من قبل نقدمه لكم فاكت كما قلت لكم ونخلي لكم الرابط ديالو كنديروا لي هاد طريقة هادي ما الفيديو موضح أكثر اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالو إذا بغيت تشوفوا الطريقة والشكل والعجين وكل شيء من الأول فهذا هو الشكل التالي اللي صيب غير حبي نشاركو معاكم وصافي باش يعني تشوفوا ما حضرت كيجيب هاد شكل هاد على شكل القعب ما حيت احنا ضفنا لها خمارة فراه كيدي فورما واحد شوية ما كيبقى زوية بزا فغذي تشوفوا معايا في الأخير تهو غذي نوري لكم وهنا عندي تقريبا كأس العنبة ديال مرب الفراولة ديال الحلويات اللي ما كيكون جاري نصف كأس ديال ثاني ذا ونصف كأس من الماء ونخلي وعلى نار مهيلة حتى تبدأ كتغلالينا والحلوة ديال من بعد ما وجدات هي هادي كيما قلت لكم البنات من بعد ما كيبدا يغلالينا باش غادي نعرفوه باللي راه وجد أولا لا فغادي نضيفوه في مقام ناخد واحد شوية من العاقة ونديروه في شي طب ونديروه في الفريغو إذا نجمد من بعد 10 دقائق راه واجد إذا نجمد فنخلي على نار مهيلة حتى يوجد ونحضروا به الحلوية ديالنا فانا من بعد ما عمرت هم على هادي الشكل كانوا والحلوة الثانية كيجي على هادي الشكل حيث سبق لي قلت لكم راه كتضيفوه ما ميرا ما ما كتضيفوه مش بززاف بعد ما دلت لها نقاط في الواسط ديال المربى اللي حضرت معاكم فخديت إبرة أو لا أي حاجة عندكم أو لا بلاستيك أو لا ودرت فيها الشوكولة اللي دوبته في بماغي وبدأ كنزيا على هادي الشكل إذا بغينا ندير الأسود وإذا بغينا ندير الشوكولة الأبيض فلكم كامل اختيار كيجيب الشكل هذا هو الشكل النهائي ديالها وكانت من شاء الله تكون الحلوة ديالي للإعجاب ديال لكم وتشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديال لكم وما تنساوش لكيزوا لقناة ديالي أول مرة ما ينساش الاشتراك وتفعيل الجرس للتوصل بجميع الجديد وشكرا وانتلقوا إن شاء الله فصفة جديدة أو أي حاجة إن شاء الله سنقدمها لكم كانت من إن شاء الله تعجبكم إلى اللقاء